اشتركوا في القناة 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 بهيدا الشكل الميزات اللي فيها خليها نحكي اول شي في عنا من ورا متل ما شايفين من هون بنقرأ الرف اي دي او كل شي خاصة بالنفسي والرف اي دي ريدر بين خلال هيدولة في عنا من قدام هايدي الخاصة بالانفرارد عنا الواجهة الرسومية بالشكل القديم بالاسود والابيض وعنا كمان هايدي اللوحة التحكم بالاسوم مع كبسة المانيول بالنص والباك اللي منقدر انطفي الفليبر زيرو فيها وانشغله عنا كمان اللي لازم يكون موجود عنا ضروري هو المايكرو اس دي او الميموري كارد اوكي وعنا مأخذ الطايب سي اللي منشرج منه هايدي الفليبر زيرو ومن فوق عنا هاي دول البينز جو اي او بي دي بينز اللي هن منقدر نحط فيهن البوردز اللي حنحكي عنه بعدين لاحقا اللي هو الديف بورد او البوردز اللي ممكن نستخدمها بالمايكرو كونترولرز مندخلها من هون منقدر نتحكم فيها بشكل جرافيكلي من الفليبر زيرو المانيو بشكل سريع حتى تشوفوها عنا الابس عنا كل شي خاصه بالسب جيجا هردز الموجود يمكن القطة من الراديو الريومونديت حلا هنجربهم عنا الرف اي دي عنا الانف سي عنا الانفر ري عنا الاي باطن والباد يو اس بي وإلى آخر طبعا هيدا الفليبر إلى فيرموير الرسمي بيأتي فيها وطبعا ممكن ننزل عليها كاستم فيرمويرز كتير موجودة بحسب استخدامات اللي رح نستخدمه بشكل سريع هيدا الفليبر زيرو من الداش خلينا نبلش تطبيق ونشوف سوا شو ممكن نعمل بهيدا الفليبر زيرو طيب شو بروا لكان هيدا الفليبر زيرو ممكن نتحكم فيها عن طريق برنامج خاص بينزل على الويندوز من الموقع الرسمي اسمه كيو فليبر كتل ما شايفين أول بأشبب الفليبر زيرو على جهاز الكمبيوتر حتبين معنا هون ونقدر نتحكم فيها وننزل نعمل أبديت للفيرمير أو ننزل أي طول مننا إياها أو ننزل ملفات حنشوف سوا كيف عن طريق الكمبيوتر بتسهل علينا كتير عملية الشكل أوكي مثل ما شايفين أي وسط تايب سي هتشتغل مثل ما شايفين عطاني دغري على أي والتفاصيل الخاصة بالفيرمير الأنتي أم الأنتي أم 005 بلد ديت الأس دي كارد قديش مسحتها وهيضي التفاصيل كله أوكي إذا من روح على الفايل باناجر منشوف في عنا الانترن الفلاش وفي عنا الاس دي كارد اللي هي حننزل عليها كل الفايلات من هون نقدر نشوف كل الفولدر اللي مننا نفوت عليها مثلا عنا الابديت عنا الفيرمويرز فينا نزيد أكتر من الفيرموير فينا نبدل بيناتهم بشكل سريع القصة خبرية سريعة جدا أنا هدف بهذا الفيديو فارجيكم بس خدمات أو الموديل بنمرق عليهم ضمن الفيديو زيرو في عنا الفودر الانفراريد فاديو اس بي البلوتوث الابس الانف سي كل القصص اللي قردي بنكون مسايفين بيكون موجودة هون طبعا في آخر هالفيديو رح فرجيكم على كمان الابليكيشن الخاصة بالايو اس والاندرويد قديش بتسهل عملية الشغل قديش تعمل طريقة تخفي لالفليبر زيرو بتكون بايني معك زاهرة لما بتتحكم فيها بجهاز الاندرويد طيب اول مادير رح نحكي عنه اللي هو خلينا نحكي على الانفراريد منشوف تقنية الانفراريد كيف هنشتغل فيها طيب اوكي قبل حتى في شغلة عنا منقدر نتحكم بالفليبر زيرو من هون يعني كل اللي علي يقبس على الفليبر وهلا أنا صرت بهيدا الشكل يعني ازا بتشوفوا اوكي يعني متل ما شايفين هون كيف ما حرك عندي هون عم تتحرك عندي على شاشة الكمبيوتر وبنفس الوقت كيف ما حرك عندي هون بالمنو عم تتحرك متل ما شايفين فيه اعمل سيف ل ل ل سكرينشوت ونعمل من هون ومن هون فينا نطلع ونفتح المانيو متل متل ما شايفين اوكي طيب بهذا الشكل خلينا الروح لكي نتحكم بهيدا الفليبر زيرو هترك لكم اياه اديكم هون وراح نتحكم بالفليبر زيرو عن طريق الويندوز اه طيب اوشي لكي هنروح على اول خاصية اللي هي الانفرارد اوكي اوكي في عنا بالانفرارد في عنا يونيفرسل ريموت كل شي خاص بسلا تيفي فانز مراوح شاشات اوديو روجيكتورز حسب الفيرمور اللي منازلينه ممكن يكون في قصص مسييفة اوكي يعني انا اذا في عندي اي جهاز تحكم بالبلوتوز هعمل مسلا power اوكي بلش يعمل سكان ليشوف شو في حوالي اجهزة بلوتوز بتتحكم فيها بريموند لحاله بيعمل بيبلش يبعط كل هيد السيجنيز لحتى يلقط اي جهاز بلوتوز بيقدر يتحكم فينه متل متل ما شايفين هون الفليبر زيرو كيف عم تعمل بالضو والطف يعني عم تبعط لاشارة تبعيط وكل هيدا قادر يتحكم فيه عن طريق بشكل سلس اوكي هنرجع هنرجع نروح على هنوقف اوكي في متل بقتلكم تيفيز ديجيتل ساينز اليدز هلأ اذا في عندي انا بدي انسخ الموج طبعه بروح على نيو ريموت بهذا الشكل ممكن يجيب اي ريموت كنترول واستخدمه لحتى ننسخ الموج طبعه مثل ما شايفين عندي خليين افرجيكم اوكي مثل ما شايفين هون شايفين في عندي الضو الخلف ورا الشاشة عم يتقلب باللون الاحمر وال الاسود خلينا نعمل نجيب الريموت هيدا هو الريموت شوفوا سوا بس اذا كبسل off اوكي هطفي off طفينا ضو وهلا ضواني هننسخ هيدا الموج الخاصة بالانفرا اوكي كل اللي علينا نجيب نعمل learn new remote اوكي بهيدا الشكل كمان انتو شايفين على شو عم بيصير على جهاز الويندوز اوكي هناخد كبسل off اوكي اخد كبسل off هنا نعمل save نسمية مثلا نسمية off اوكي هنسمية off اوكي انو تم عينيها off اوكي هنعمل save ينري اوكي هلا كبسة off هي اللي هتشتغل كاااا كجهاز الطفة ااا العável السنسور بعيد من هون بس خليني اسارك لكم فوجيكم في A اوكي هدي ناخذ هيدا الموض ميضى الضو اللي موجود عندي هون هنعم Barnes طبعا فينا نرجع نعمل نسخ لموجة يعني ازا انا برجع ضرور طبعا هيدا شي بيتطبق على ازا كنا ما انسى خريموت جديد او ازا انا نعمل تست على اي تيفي موجود عندنا او على اي جهاز بيستخدم اوكي طيب تاني موديل راح نحكي عليه اللي هو الان افسي او هيدا السيرفز اللي بنستخدمها لما ندفع بجهاز الموبايل او ندفع بالفيزا كارد او الماستر كارد او حتى نعمل او نفتح اي لوك عن طريق الاراف اي دي ريد الكارد اوكي يعني اللي عم بحكي عنه هو هيدا اه هيدا الكارد عنا هيدا اراف اي دي كارد وعنا هيدا اله هيدا الاراف اي دي ريدر وعنا هيدا خلينا نقول التاج او الريدر اللي بيقرأ عليه الاراف اي دي وفي عنا طبعا كمان اللي هو الاراف اي دي كارد اوكي هيدا اللي بنتكس عليه مسلا لنعمل طبعا الفليبر زيرو بتقدر تعمل او تنسخ الموجة تبعيد الريدر الكارد ريدر وتبعيد الاراف اي دي كارد اوكي اوكي خلينا روح على الكمبيوتر نشوف كمان لو فلديكم كيف بتصير الخبرية هنعمل اكزل اوكي اوكي هنروح على الان افسي اوكي بنعمل ريد اوكي بنحط هيدا الكارد جبنة هحط الكارد تحت ال اه تحت من نظار كليد دونات موف اوكي متل ما شايفين قلي اه اماي فير كلاسيك وان كاي وعطاني اليو اي دي الخاص بهيدا الكارد ليو بي اي اف سي دي فايف زيرو اي يعني هيدا الكارد لما بعمل له اسكان على اي كارد ريدر هياخد هياخد هيدا اليو اي دي ليو دي اي فور سي اف اي دي وبقدر استخدم سعته صار هيدا الفليبر زيرو لحتى اعمل اميولايت يعني او خلي يصير اعمل ريدنج لهيدا اشي اح رح فرجيكم بهيدا المقطع الصغير عن طريقة كيف عملناها باستخدام الفليبر زيرو او كيف بتقرأ هيدا الكارد ريدنج اشتركوا في القناة وهيك منكون حكينا عن تاني موديل الخاص بالان افسي طبعا في كتير بعض طرق ممكن استخدم فيها الان افسي مثل في لكم البطاقات البنكية ولكن حنمرو عليا بشكل سريع بشكل ما ننتهك في اه الصلاحيات اللي بيعطينا ياها اليوتيوب لنعرض هكذا من الفيديوهات طبعا في فيديوهات كتير موجودة على اليوتيوب هم نحاول قد ما فينا نكون ضمن البوليسيز والاوانين الخاصة بشركة يوتيوب تالت موديل رح نروح عليه اللي هو الصب جاجاهرتز او نقرأ الموجات الخاصة على سبيل المثال بالراديو فريكونسيز او خلينا هنشتغل بهذا المسأل طبعا اللي هم تشوفوه كتير اللي هو بفيديوهات اللي خاصة بفتح سيارات التسلا والى اخرية هحفرجيكم طبعا على اه ريموت سيارة ما هقول شو نوعه بس هفرجيكم كيف بينسخ الموجة اللي بيبعتها هيدا الريموت اللي بيفتح وبيسكر السيارة طيب اول شغلة هنروح عليها اللي هي الصب جاجاهرتز اوكي بيتل ما شايفين رح نفتح الصب جاجاهرتز فينا نعمل ريد اوكي بيقرأ الموجات وفينا نعمل ريد رو يقرأ موجة ونعمل ريكورد لالى لهيدا الموجة طيب خلينا بارجيكم كيف بتصير هيدا الشرق اوكي لكن هنعمل ريكورد بلش نعمل ريكورد متل باشايفين الفليبر كيف عم بتطور وطفه حنجيب ونعمل قبسة اللي بتعمل لطفه كيف عمل نسخ اول موجة فينا نعمل هون ستوب ونعمل سن ساعتا بيبعث نفس هيدا الموجة اوكي حنجي نعمل ريد ريد رو نعمل ريكورد هنقبس على كبسة القفل متل باشايفين كيف اخد الموجة هنعمل ستوب فينا نعمل سنت بيصير بيبعث هيدا الموجة اوكي هنعمل باك اريز بنجا نعمل موجة جديدة اللي هي مسلا بتفتح اوكي هيك بيكون اخد الموجة سايفة عنده مثل ما شايفينها فوق اللي هي فور ثري ثري بوينت سكس فايف اي ام اوكي وبيعمل ازا بده اميليت اوكي بهيدا الشكل مسل بسيط وسريع عن السب جيجا هيرتز ايدي بشكل سريع طبعا ما هفوتو اتعمق بالتفاصيل متل ما قلت لكم لا الاسباب التالي اخر موديل رح احكي عنه طبعا في موديلز كتيري في شغل كتير ممكن ننفذه ولكن الفيديو هيكون طويل كتير معنا وادا هدفي بس فرجيكن على قصص صغيرة ممكن اخر واحدة رح نحكي عنه الباد كيبورد او الباد يو اس بي اللي بتاخد في ساعة الفليبر زيرو دور الربرだكي او الباد يو اس بي اللي بتنفذ او اه انواع هجمات يا على اجهزة الاندرويد او على جهاز الكمبيوتر بحاجزتو رح فرجيكن بهذا المقطع الصغير كيف نفزنا فيها هجوم بروت Çورسينج او pin Brut على جهاز الاندرويد ونرجع ونطبق فيديو سريع على البي سي كيف منبعث بايلود عن طريق الباد يو اس بي اوكي شباب لحتى نطبق عليها الباد يو اس بي هنروح على باد كيبورد اوكي عم بيقلي هون ما بقى فيي اعمل كوننكت على على الفليبر هون لانه انا بدي استخدم ال يو اس بي الموصول فيها لحتى ابعث الكي ستروكس او نفذ الاتش اي دي اتاك على جهاز الويندوز طيب اوكي خلينا نشوف سوا كيف هنطبق هيدا الاتاك اوكي لكن هنروح على باد كيبورد او باد يو اس بي نزل على ديموز منروح منق منا الويندوز اوكي ومنعمل اوكي ونعمل اوكي وبلش يبعث هيدا التكست فايل عن طريق اه نوت باد هنبيرسم في اه الفليبر زيرو او الدالفن بالفليبر زيرو متل ما شايفين يعني منقدر نستخدم كل سكريبتس الخاصة بالربر داكي ونحطن على الفليبر زيرو ونعمل هيدا طبعا في كتير بتعرفوا طرق كتير ممكن نستخدمها لحتى نستخدم هيدا التقانية هيك بكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم هيدا الشرح البسيط على الفليبر زيرو طبعا في عندها قدرات كتير كتير هائلة ممكن ننفذها من خلالها اه حاولنا قد ما فينا نقدم صورة عنا بشكل سريع بنهاية الفيديو بحب ذكركم انه كورس مايكرو كنترولر هاكين جاجت صار متوفر على موقع تروغرا جيمر هيدا الكورس اللي بتقدروا من خلاله تتعرفوا على كل هيدا المايكرو كنترولرز مثل مثل 8266 والديجي سبارك وال832 والESP32 اللي منقدر من خلاله ننفذ كتير انواع من الهجمات منحولهم لهاكين جاجت تولز نستخدمهم بالإضافة لخصم الخمسين بالمية على الفول باكيجز الخاصة بالاربع كورسات الموجودة على القناة او بكورس الاثيكال هاكينج بلس الادفانس كل هيدا التفاصيل بتلاقوه على موقع بي نهاية الفيديو ما تنسى والاشتراك بالقناة وتفعل جرس لو يوصل لك كل شي جديد ومتابعتنا على الانستغرام والتيك توك لمشاهدة الريلز والشورتس اللي منزللون تانكس كتير على المشاهدة تانكس كتير على المشاهدة